موسيقى 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 من تنظيمات المرأة والأطار جميع الأحزاب ترتاكز على هذه المجتمع المدني ولماذا نعكس السؤال؟ من الذي يكون الفاعل السياسي يستعمل الشباب من أجل ولماذا نقول بأننا لدي تمتيلية شبابية تحترم تواجد الشباب داخل اللوائح الانتخابية الشباب والمجتمع المدني لا يريد أن يكون عر لعبة أو ماطية أو أرنب سيباق الوكالاء الذين يكونوا دائما جاتمين على رؤوس اللوائح المحطات السياسية الحقيقية لكي يتم إشراك الشباب وإعطائهم المبادرة وإعطائهم الأولوية في ترقص اللوائح إذ بناك ألقوا دائما دوك السوقور دي الأحزاب في المحطات السياسية كيبقوا هما اللي مستأسدين المشهد وتيبقوا الشباب في اللوائح أو في الانتخابات الليك تعتمد على نظام اللائحة تبقوا دائما كيبقوا ورسوم في ذي اللائحة ما عندهم شهادك إن هناك مشكلة عدم تكوين وعدم تأطير الشباب داخل الأحزاب اليدية الوظيفة وتكوينهم ولا بقي مالقيناش شباب لما ننتقدوا فيهم ونعطيهم البادرة باش يترقصوا مجالي منتخبة ويترقصوا جهات وليما لا يمشيواوا برلامان نحن نعرف بزاف ذي الهيئات جمعوية وحقوقية كانت ناضلات من ازل ان ذيك الكوطة ما تقش تعطل الشباب حيث ما ما اعطت تاشي اضافة لا في البرلمان لا في المزاليش الجهوية ولا الجماعية ولحتى المقاطعات هي ما ما كان فيها تاشي اضافة وتلقى وهذو كل لوائح الجهوية ذي الشباب دائما تتركز على الشباب عنده نفوذ او شباب اللي عنده انتماء عائلي وحنا لا يغيب على الكل ان جميع المواطنين باش نعزو لهم تيقى ممكنش يشوف رئيس اللائحة هو فلان وكيرقى بنته هو اللي على رئيسة اللائحة الجهوية وولد خوه ولا ولد ختوه هناك يكون واحد الحيف وكين واحد امور تتحز في النفس من طرف الشباب لذا هذا هو المجال ان الشباب حاول انه يدافع على راسه وحاول اقتاح من المشهد السياسي ولما لا يقول الكلمة ديالوف هذا الفين وواحد وعشرين البعض غد يقول ان هذه العمل الجمعوي اللي كانوا تيقوموا به في مجموعة من فاعل الجمعويين خلال خمس سنوات الاخيرة كان فقط تمهيدا من اجل الوصول هذه المحطات على الفين وواحد وعشرين الفاعل الجمعوي دائما كان يجيب مشاريع الفاعل الجمعوي دائما كان يقوم بعرائد المؤسسات المنتخبة الفاعل الجمعوي دائما كان تيقوم بالدور دياله لكن بعد الفاعلين السياسيين من اللي يشوفوا شي اخوة عليهم الانظار وربما اخذوا واحد حب الناس ودائما تيتواجدوا في التيران ودائما تيكونوا في الميدان وتيشتغلوا مع المواطن عن قرب هنا تيبقى ذاك الفاعل السياسي دائما خاصوين يعطيك بأشياء ماشي ديالك انت تتقوم بالعمل ديالك الميداني الاجتماعي التقافي الرياضي وهنا بعض السياسيين تينهجوا ديالك المنطق ديال يا إما انت معايا إما انت ضدي إلا كنت معاه غادي تولي جمعية تابعة أو تتخدم أجندة لواحد المجال السياسي إلا كنت ضده خاصو يشير لك بأي حاجة بأن دك الشكل اللي كنتي كديره مادام انتهق أو كانت الخلاصة دياله أنك ولجد العمل السياسي فكان هو عير تمهيد وعير درء كما تنقولون الرماد على العيون ولكن الخطأ اللي كيرتاكبه أنهم ما كيفقدوا تيقى من المواطنين ما كيبقواش مواكبين ويجسس دودك الطريقة دياله أن العودة ديالهم من خمس سنين لخمس سنين ودائما يبانلهم كليف الميدان وما إعداء لهم الكثير من المتتبعين تقدوا ذلك الصفة تعفاع الجمعوي يعني عوض من الدار فاعل جمعوي خاص الدار الكفاءات التي يتوفروا عليها هذا الفاعل الجمعوي في اللوائح اللي يتم تزيع على المواطنين بزاف الناس نتقدوا ذلك ربت بيت أنا ضد أي واحد يشير لأي حاجة أنا لاحظنا كينين بزاف لكي بالك مسير شركة تيقني إعلامي صحفي جميع الشرائح الاجتماعية لها الحق في الولوج ديال الممارسة السياسية وديال الفعل السياسي هذا ماشي حكر على فئة معينة وضد فئة معينة عير تقولوا بأن هاد الفاعلين الجمعويين هما بالعاني بغاوا يديروا الإشارة ديالهم أن الجمعيات قادمة وغدا تدير المكانة ديالهم أن ما غدا يش تطلب من شي واحد أنه يعترف بها داخل هيئة السياسية أو داخل تنظيم موازين الحزبين ما وهنا تنشوفوا بزاف ديال الأحزاب بزاف ديال الأحزاب فقدات المصداقية ديالها فقدات المكانة ديالها أحزاب تدعي أن لها أطر ولها ميكانيزمات وعندها مشاريع وما تقدرش تنزل الواقع ما تقدرش تقنع بها المواطن المواطن تعرف أن أكثرية الأحزاب حتى لفترات الحمالات الانتخابية وكل شيء يخدم بالمفهوم ديال تنقولوا أننا في المنطقة لدينا ذلك التطورات أي واحد ممكن أنه يجيب ناس ويخدمهم ويعطيهم اليومية ديالهم ومياومين سياسيين كتعطيهم تي شورتات كتعطيهم الكاسكات وهذا وكتجوب بهم الشوارع وتجوب بهم الأذيقة هذا ليس أطر ديال الأحزاب هذو ناس مياومين سياسيين وهنا تيكونوا وصمة عار على هذك الفاعل السياسي اللي خمس سنين هذي ما قدرش يأطرتها واحد العشرة اللي يكونوا يدافعوا فعلا على البرنامج وعلى المشروع وعلى المؤهلات والبرامج اللي يجيبها الحزب هذا يوسيء المواطنين وما قدش يخلينا أنه نعزوا التقيقة وبالتالي الفاعل الجمعاوي نعض من العمل الميداني مشى العمل الميداني السياسي إلا تعقوا فيه الناس ودخل المجالس المنتخبة أنا تنطلب من المواطنين أنهم يبقوا مواكبين أي واحد دخل المجالس المنتخبة من حقهم المسائلة من حقهم التقييم ديال العمل ديالهم من حقهم ديالهم المواكبة ديالهم ولماذا؟ لا أنهم يقفوا على كل التزام أو كل تعاقد لأننا نكون ندور عند المواطنين ونقدموا خدمة وتنقولوا بأننا فعلا إلى تم التقافينا أو تعزيز التقافينا وولجنا ره هالمسائل اللي غادي نديره ماشي غادي نمشي غادي نطفعوا التليفونات دياله وغا نخدمه واتشي لكي خاف منه داب السياسي لولوج ديال الفاعلين الجمعاويين أنهم تعرفوا مولاد الميدان وعن مرمغيها بطايدهم وتشتغلوا مع الدم النفس الطاويل إذن السياسيون تتخوفون من الدخول ديالكم أنتم مكفاعلين جمعويين لغمارة عن انتخابات تماما لأن الفاعل الجمعوي دائما هو ود الميدان الفاعل السياسي تيمشي تشتغل على مدار الخمس سنوات في مسائل خاصة دياله تيسدو دك اللي كنقول لهم حنا دك الدكاكين السياسية ما عندهم مش مقرات ما كي أطروش شباب ما تيأطروا الشابات عيرت يتم قتل المرحلة السياسية الموالية وتيجيوا عوتاني ما تيقدروا شينزلوا تهوما تيأطووا الوراق ديالهم والصور ديالهم من الناس كما كنقول لهم المياومين السياسيين أنهم تهم عندهم مرحلة الناس ما داروا لي موالوا ما خدامين موالوا لو كانوا أطور ديال الحزب غديهبط بكل مصداقية وبكل مسؤولية تيدافع على المشروع اللي هو تيتاميلي تيدافع على الهيئة السياسية اللي هو كيمتلها وما تيديرش لنا هذك هذك مجرد تشتيت الأوراق بالعكس كيعطيك ورقة وتيبرك معاك وتيوقف معاك وتيحاول أن يقلعك بالمشروع دياله ماذا مو ياويم تيقول لي غدت دور معنا واحد الساعة تيقلب على الأجر ديال ديالك الساعة فقط وهذا حاجة اللي غدت سيئلي نحنا سياسي لأن نحنا في واحد المحطة كنعرفوا بأن المغرب الحمد لله غادي في واحد المصار ديال المشروع التنموي الجديد اللي الأحزاب لما نلقاش داتا فيها عيت بععد من هاد المسألة وما نخليوش الناس المراقبين المأقلميين ولا الدوليين أنهم ينعشون بشي صيفات مشي ديالنا عدنا 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 حديات خاصة نكونوا يا إما قدها يا إما نخليو الناس اللي ممكن أنه ميخدموا المواطنين ويدروا تنزيل المشاريع الكبرى الناس بغى تشغيل الناس بغى مقاولات صغرى بغى مقاولات متوسطة الناس بغى تحس بالطمأنينة الناس بغى الرقي الاختصادي في المناطق ديالها الناس بغى تشوف أننا فعلا دولة سائرة في طريق النمو بشبابها و بالطاقة ديالها و بحتى بهد العامل البشري اللي ما عندناش ماشي دائما المال هو اللي كي ينجح الشخص بالعكس المصداقية دياله والعمل دياله والاشتغال دياله اليومي خسرت الترشح في دائرة من دواء الموت على مساوى الدار بضاء واشكين عندك شفورة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه الانتخابات الحمد لله على هذه السؤال منطقة الموت بطبيعة الحال لأن فيها رجالات و فيها ناس اللي لو كانت عندهم ضرأة من الجرأة السياسية وأنهم طرأسوا المجالس المنتخبة ديالنا لعلى مستوى المقاطعة لعلى مستوى تفويضات اللي كانت عندهم داخل المجلس المدينة وتفويضات مهمة اللي ممكن أنهم يجيبوا لنا فرص الشغل يجيبوا لنا يجيبوا لنا من الأحسن نمشي في حالتي ولكن نحن نتحدث في ذلك المنطقة ونحن ندرنا مؤشير عليها أننا قلنا ها نحن جينا فاعلين جمعويين ديجا إكس مسؤولين سياسيين لأنني أنا لو لجت لهذا المجال ودخلت للبرلمان في منطقة مولاي رشيد أنا ديجا كنت كاتب شبابة استقلالية في 1997 من اللي كانت عندنا الشباب تناضل من أجل الدفاع على المشروع اللي هو فيه الدفاع على المنطقة اللي هو فيها ولكن ما لقينا والو ما لقينا تشي نتيجة منطقة فيها بزاف دي المشاريع على الصعيد المدينة عندنا المارشي ديال ديال الخضر والفواكي عندنا مارشي دوغرو ديال ديال سوق ديال الدجاج عندنا التبريد عندنا سوق السماك عندنا ديال اللحوم على المسؤول علاش هاد المشاريع الكبرى كاملة ما قدروش هاد السياسيين لعلام مستوى مجاليس النيابية ديال البرلمانيين اللي كانوا ناس يستأسيدون كل خمسين كي يجيب كيقول كنا لما قعد ضامنوا لأنني عندي بيركا أو عندي واحد الناس من الصماصرة ومن الناس اللي كي يجيشوا العيالات وكي يجيشوا هذا وكي ياخدوا الفلوس وكي يخلصوا وكي يجيبون وكي يجيبون يمدوك المياومين وبطبيعة الحال هو وقت يقول كنا ضامنوا مدم أنهم ناس محتاجين غادي نعطيهم الفلوس وغادي يجيوا ناس اللي طرأسوا كما قلت لك المجاليس مدت خمسة عشر عام ناس اللي كانوا مستشارين مدت خمسة وعشرين عام ولكن لا نتيجة ويعودون أو تاني يعودون بكل جراءتين ولكن اللي ملاحظ اللي ملاحظ فدلأيام وحنا لاحظنا ما قدرواش يهوذوهم برجليهم ما قدرواش ينزلو ويدافع المشروع ديالهم ناس اللي كي يقولك عدنا أوطار عدنا طاقات عدنا كفاءات عدنا ليجان من المستويات عدنا الشباب مأطرينهم وبالتالي ما لقينا الشباب ديالالأحزاب لقينا ناس اللي اللي انقالبات عليهم من اللي بدو كي تحطوا اللوائح ما بغوش يحطوهم وما في المواقع ديال انهم يفوزوا ويربحوا حي تعارفين مشكلوا كي يبيعوا ويشريف في الدزكية عرل إشارة احنا را هاد الحملالي نقوم بها كفاعلين جمعوين فيها زيغو ديغان هو الشعار سعاد فاضي شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي قنفس بريس إلى اللقاء في لقاء خاص إن شاء الله اشتركوا في القناة